المغيبين يرفض أهالي المغيبين في العراق فكرة أن الحرب يأتي بعدها سلام فهذه العائلات يرافقها الحزن والأسى يوميا ولم يكن الموت بالنسبة إليهم هو أقصى ما واجهوه بعد عام 2003 لأن الأكثر قسوة كما تقول إحدى الأمهات أن يتم اقتياد ابنك أمام عينيك ثم تنتظر كل هذه السنوات دون أن تعرف مصيره لا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد المغيبين في العراق رغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر أعدادهم بزهاء المليون مفقود فبعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما تلاه من أحداث عاصفة عام 2006 فقد الآلاف ولم يعرف مصيرهم حتى الآن كما غيبت الميليشيات بدوافع انتقامية وطائفية الآلاف من أهالي المناطق الغربية إثرق تيادهم أمام ذويهم إلى أماكن مجهولة في معارك 2014 كما لم يسلم حراك التشرين عام 2019 من ظاهرة الخطف والإخفاء يكاد المريب يقول خذوني فالكتل الممثلة للميليشيات والداعمة لها تعرقل تمرير مشروع قانون مكافحة التغييب القسري في البرلمان منذ أربع سنوات على الرغم من مصادقة العراق على اتفاق حماية جميع الأشخاص من جريمة الاختفاء القسري تتشابه قصص المغيبين وإن اختلفت أعوام وظروف تغييبهم وتتطابق معاناة عائلاتهم في البحث عن ذويهم إذ لا يتركون بابا إلا ويطرقونه لمعرفة مصيرهم وتقف قلوبهم من الخوف مع كل لحظة يعلن فيها عن العثور على مقبرة جماعية قد تضم رفاة أبنائهم وتكبر آمالهم وتدب الحياة فيهم مع كل خبر يفيد بأن أولادهم أحياء ولكن في أماكن وسجون سرية ليست الأعباء النفسية وحدها التي تتقل نفوس عائلات المغيبين فغياب الأبي أو الإبن أو الأخ يلقي بظلاله الثقيلة على الوضع المادي للأسرة إذ أن غياب المعيلي جعل كثيرا من هذه العائلات تعيش في حالة عوز وفاقر كما أنها تتعرض لعمليات ابتزاز عندما يقنعهم البعض بأن بإمكانه معرفة مصير أبنائهم ويبدأ بطلب الأموال في مأساة إنسانية لا تعرف لها نهاية